سائل يقول اكتشفت بعد زواجي بسنتين أن زوجتي تذهب إلى إحدى المشعوذات شفت السحر يدي رحلة وهي تفعل ذلك منذ طفولتها تربات على السحر يما هات كانت تديها معايا آيا يا بنتي كي تكون رحلة الجامعة كي تكون رحلة الجامعة سامارة رجل يقولها أدي معك طفلة أه بزاف عليها مسكينا عندها قرأيتها عندها قرأيتها ورعيانة وجد تعبانة وصباشتها مصفارة لا خلي الجامعة كي تروح لشوفة تديها لازم تديها لازم الشيطين تصيبهم دين في المقبرة واللي نشوفه عجاري زنسة معهم بناتهم قاعدين قدام هذك الأقبار وحاطين شيفونا كسكروت الكاشير البيض مغلي قرعامة قرع قزوز وين رايحين للمقبرة مخيم صيفي مخيم صيفي واش خلاص ما لا وزير السياحة انضمولوا المقابر كي ولات المقبرة الناس كتروح المقبرة تتخشع وتبكي ويتذكرون الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فهمتوا على سينا الرسول أغلق الباب كأن حاجة وحدة على جلات حول المقبرة ما كاش هذه الحاجة قعدي في دارك قال فإنها تذكركم الآخرة هذا واش يروح يدير الإنسان يروح للمقبرة يشوف قبرتها الشيخ 80 سنة 71 سنة قبرتها 60 50 ومبعد قبرتها 51 سنة ومبعد قبر الصغير يقول لك عاش يومين فقط يتذكر الآخرة ويعلم أنه سيموت أما الدايا ديا بنتها للشوفة حسبون الله ونعم الوكيل هاهي ربتها على القزاز أنه وصحاحر يقول وهي تفعل ذلك منذ طفولتها تذهب رفقة أمها فهل تنصحني بطلاقها سيدي أنا لا أنصحك بطلاقها ما وش الحل برك في الطلاق كاين النصيحة دوك أنت اكتشفت مرتك بلا يتروح لعند القزانة والشوفة والعرافة ولا الصورس ها قدام اكتشفتها خلاص غريك تتطلقها ها كاينسا جهلات هاي دتها يمها مني كانت صغيرة بلك هي مايش عرفها مايش قلت أعتقد الحرمة بلك مايش تبلي حرام وبدعها وشرك بلك في بالها لو كانت سخصي ها تقول لك أني نحن ندير لها تجيب شيء يحبني عليك أن تنصحها وعليها أن تتوب وإلى حصة قادمة إن شاء الله